تنضم إلينا من استوديوهاتنا في الدمام دكتورة صباح نسوي الفائزة بجائزة الشارقة عن فئة الدراسات الأدبية يا صباح الخير وألف مبروك أهلا وسهلا دكتورة مبروك صباح النور أهلا وسهلا الله يبارك فيكم إن شاء الله وهنيئا لنا جميعا بوجود اسم المملكة على هذه الجائزة ألف مبروك إن شاء الله دائما في جوائز وفي تكريم لسيدات المملكة العربية السعودية خيرنا نتكلم شوي أش فكرة هذه المشاركة كيف كانت الجائزة أخذت الجائزة على أش كما ذكرتم في التقرير بسم الله الرحمن الرحيم الجائزة ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة وهذه هي الدورة الثالثة للجائزة يعني أنها جائزة حديثة نسبيا لها عدة فروع فروع الدراسات الأدبية فروع الشعر فرع الرواية وفرع أدب الطفل شاركت أنا في الدراسات الأدبية ونظام الجائزة أن تحدد هي موضوع الجائزة فكان الموضوع هو الكتابة الإبداعية والموهوبون اخترت أن أدرس كيف نعد برنامج جيد لتعليم الكتابة الإبداعية للموهوبين خاصة أن الفكرة العامة بالنسبة للموهوبين تتعلق دائما يعني ترتبط في أذهان الجميع أن الموهوب هو من يصنع اختراع علمي أو يعني يحصل على براءة اختراع يعني دائما تكون في مجالات العلوم حتى بالنسبة للمتميزين علميا الكتابة الأدبية ضرورية جدا الكتابة الإبداعية لأنها نوع من التنفيس عن مشاعرهم تساعدهم على القدرة على التعبير وبالتالي يستطيعون أن يكتبون ما يعني يصل إليه خيالهم وعلمهم بطلاقة الجائزة تعلن قبل حوالي ستة أشهر من نهاية العام وكما ذكرت يحدد موضوعها بالنسبة للدراسات الأدبية وبالنسبة لكل فرع سعيدة أن أكون يعني تقدمت والحمد لله نلت الجائزة بالمشاركة مع باحثة إماراتية وأيضا سعيدة أن يذكر يعني اسمان من الأسماء السعودية النسائية على الجائزة هذا العام ونحن سعادة أيضا بهذا الذكر المشرف دكتورة طيب أشكركم إذا ما تكلمنا عن كيفية المشاركة التقديم أيضا حتى حجم المشاركة اللي شفتي وواجهتي في هذه الجائزة كما ذكرت يعلن عن الجائزة ومن يرغب في المشاركة يتواصل مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة يرسلوا له كتيب المسابقة واستمار التسجيل بعد أن يطلع عليها ويتعرف على الشروط مثل مثلا السن أعلى من 18 عام أن تكون النساء من دول الخليج أو المقيمين في الخليج وهناك شروط بالنسبة لكل فرع في مجال كيفية التقديم فمثلا بالنسبة للدراسات الأدبية يحدد الموضوع وعلى الباحثة أن تتقيد بهذا الموضوع ثم تنظر له من وجهة نظرها فمثلا أنا الكتابة الإبداعية لدى الموهوبين اخترت أن أجري مثل المسح والتحليل للبحوث التي تمت في هذا المجال ثم أصل لتصور لأهم المرتكزات التي يمكن أن نؤسس عليها أي ورشة تدريبية أو برنامج أو مقرر دراسي لتعليم الكتابة الإبداعية للموهوبين نعم، هذا التجمع النسائي الخليج الأدبي إنعكاسه على الثقافة والأدب سواء في المملكة العربية السعودية أو في الخليج بالطبع المسابقات الثقافية الرصينة التي دائما أنا أقول الفكرة من المسابقة ليس فقط الاشتراك والشهرة وإنما الحث على الإبداع والحث وتشجيع الدراسات والبحوث فلا شك أن مثل هذه الجوائس عندما تكون لها معايير واضحة جدا ومعايير علمية ومعايير عادلة ثم لجنة تحكيم تراعي التخصص وتعمل بنزاهة لا شك أن المنتج سيكون إثراء للساحة الثقافية وبالنسبة لجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية أعتقد أنه يبرز دور المرأة الخليجية ليس فقط إقليميا وإنما عالميا ليتعرف العالم ويتعرف حتى في المنطقة العربية على المرأة الخليجية الباحثة والأديبة جيد اسمحي لنا نتكلم شوي في الدراسة دكتورة يعني الموهوبون والكتابة الإبداعية أعتقد أنه عنوان مثير خصوصا إذا طرح في الذهن كثير من المجالات عدتما نجد برامج مخصصة للموهوبين فيها الكتابة ربما الرؤية العامة والانطباع الأولي أن الكاتب هو من يطور نفسه ذاتيا وأعتقد أنه ربما تكون موجودة جهات تحفز الكتاب أو يمكن تعليم الكتابة ولكنها غير معلومة بالنسبة للكثير تتفقين في هذا الجانب أو اتفقت الدراسة مع هذا الجانب؟ نعم اتفقت طبعا الكتابة تعتمد على المقدرة اللغوية لكن المقدرة اللغوية يعني نحتاج إلى أساس نعمل عليه ثم تأتي يعني البرامج لتطوير تلك الموهبة وتقنينها وإرشادها للأسلوب السليم في التطور وكما ذكرت في البداية يعني الموهبة الأدبية قد ينبغ طالب مثلا في الناحية الأدبية فقط قد ينبغ طالب في الناحية العلمية لكن عندما نتكلم عن برامج التدريب على الكتابة الإبداعية فنحن نتكلم عن النابغين والموهوبين ومن لديهم الموهبة في جميع المجالات سواء كانت علمية أدبية وما إلى ذلك نعم الدراسات أثبتت وطبعا معظم الدراسات بعضها كان نظريا وبعضها كان عمليا وفي هذا المجال نحتاج كثيرا للدراسات العملية لأننا نريد أن نرى يعني نضع تصور ثم نطبق ثم نرصد النتائج ومنها نستخلص إن كان ما وصلنا إليه بالبحث يعني مفيدا في تطوير الموهبة الأدبية أو موهبة الكتابة الأدبية أم لا في دراستي اطلعت على سبعين بحث من جميع أنحاء العالم تقريبا من الشرق من الغرب من الشرق الأوسط ورصدت النتائج كان هناك تقريبا ثلاث دراسات تمت في السعودية ودراستان في الإمارات في تركيا وطبعا عدة دراسات في الأردن ثم في الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا في الصين في أفريقيا هذه الدراسات انتهجت مناهج عديدة لكنها كانت تطبق يعني على مجموعة من الطلاب بعضهم الطلاب عموما وبعضهم اختصت بالموهبة فأنا فرست البحوث إلى ما أهتم بالكتابة الإبداعية عموما وما أهتم بالموهبة خصيصا كان هناك 17 بحث يهتموا بالتعليم الموهوبين يعني من شخصوا وأعطوا لقب موهوبين وبدأوا في برامج لتطوير موهبتهم النتائج التي خلصت لها يعني العنوان يتعلق بالعنوان الفرعي للبحث الموضوع العام الكتابة الإبداعية عند الموهوبين أما العنوان الفرعي للدراسة التي أجريتها كان تصور مبني على مرتكزات ناتجة عن تحليل التجارب الدولية فالتصور يعني كانت النتائج عبارة عن وضع هذا التصور وضع التصور كما ذكرت مبني على الدراسات التي أجريت في عدة مناطق من العالم بالنسبة لما يخص البيئة التعليمية من معلم أو مدرب أو ميسر من متعلم أو موهوب من مادة تعليمية ومن استراتيجيات تعليمية وركزت معظم البحوث على الاستراتيجيات على الطرق التي نستطيع بها تنمية هذه الموهبة لدى الطلاب الموهوبين لخص النتائج وقدمتها لعلها بإذن الله تكون ذات نفع بالنسبة للمراكز المدارس ووزارات التربية والتعليم ووزارات الثقافة في دول الخليج والدول العربية التي تهتم بتنمية الموهبة الإبداعية لدى الموهوبين بإذن الله كل التوفيق لك دكتورة وألف مبروك دكتورة صباحة سوي الفائزة بجائزة الشارقة عن فئات الدراسات الأدبية ترجمة نانسي قنقر